أغرب قضية تهريب هتشوفها في حياتك وكلمة السر من ساعات انتشر فيديو على السوشيال ميديا كان الأغرب من نوعه وده لأن الفيديو كان بيوصق وقاعد تهريب أموال تعال أحكي لك اللي حصل من ساعات قليلة وفي مطار القاهرة تحديدا كان في طيرة متجهة للكويت وكان في واحد من المسافرين شكله غريب وبين على الارتباك وهنا رجال الأمن في المطار حص إن وراه حاجة وابتدوا في تفتيشه علشان يلاقوا معاه كمية كبيرة من ساندوتشات الشاورمة ولما بدأوا يفتحوها اتفاجئوا إن الشاورمة محشية فلوس انتوا متخيلين العبس تهريب فلوس جوه ساندوتشات شاورمة حاجة في منتهى الدهاء وفكرة ما تجيش على بال الشيطان نفسه بس على مين؟ رجال الأمن قدروا في لحظات يكشفوه ولقوا معاه مبلغ بقيمة وكل الفلوس دي في ساندوتشات الشاورمة ومع التحقيقات اكتشفوا إن صاحب الوقاعة بيشتغل في منصب حساس وبالتالي فيه احتمال كبير إن الفلوس دي يبقى مصدرها غير شرعي وإلا ما كانش هيتجه لتهريبها بالطريقة دي وكان في فيديو صوت وصورة أثناء الوقاعة وانتشر في كل حتة على السوشيال ميديا وكل الناس أجمعت على إن دي أغرب وقاعة تهريب شفوها في حياتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة